لأعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذه الآية المباركة فيها بشارة ونذارة أولا كلنا سنقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين وكلنا سوف يحاسبنا ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة لكن يا إخوانا ذلك اليوم يحتاج إلى عدة ويحتاج إلى تجهيز لذلك قال الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه أي من أراد أن يكون من الفائزين يوم القيامة وأن يكون من الناجين من النار والداخلين الجنة من أراد ذلك قال الله تبارك وتعالى من أراد هذا الفوز العظيم كما قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاعه الغرور طيب من أراد الفوز ذكر الله تعالى أعمالا قال فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا طيب لاحظوا يا إخوانا إنه قرنا مع العمل كلمة صالح لأن ما كل عمل ينفع صاحب يوم القيامة ما كل عمل ينفع صاحب يوم القيامة لذلك لاحظ إلى قول الله تعالى في سورة في سورة النور والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر نجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور لاحظوا يا أخوان إن دين ناس عندهم عمل وكانوا يحسبوا إن هذا العمل يمشي يلقو ثواب يوم القيامة هل ماشو لقو لا شاكتا ربنا قال في نفس السورة سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا في عمل لكن خسرانين دين منه الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا في سورة الفرقان قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل في عمل فجعلناه هباءا منثورا في سورة إبراهيم قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لاحظوا إن دي كلها أعمال لكن أصحاب هذه الأعمال يوم القيامة ما بالقوشي مع إن عندهم أعمال وقد تكون كثيرة جدا هذه الأعمال لكن يجي يوم القيامة ما يلقى أي حاجة من هذه الأعمال لماذا؟ لأن هذه الأعمال لم تكن أعمالا صالحا لأن كده ربنا قال فليعمل عملا ما له صالحا ما عمل بس عمل يكون صالح ديه المقبول عند الله عز وجل وديه البيلقى العبد ثواب يوم القيامة العلماء قالوا العمل عشان يكون صالح لابد يتوفر فيه شرطين اثنين شرطين اثنين وما ينفع إلا يكونوا الشرطين مع بعض يعني لو واحد يتوفر من غير الثاني العمل ما بيكون شنو؟ ما بيكون صالح الشرط الأول أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى يكون العمل مالو خالص لوجه الله عز وجل لا يبتغي من وراء هذا العمل لا جزاء من أحد ولا شكورا من أحد إنما يبتغي الفضل ممن من الله تبارك وتعالى شكرا لاحظ ربنا ذكر في صورة الإنسان الذين يطعمون الطعام على عبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله يعني قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا ربنا قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا لأنه عمل ذكام بيرجوبهم منه الثواب من عند الله عز وجل ما داعين به شيء من أحد ولا ريا ولا سمعة ولا ابتغى أجر من أحد ولا ابتغى فضل من أحد إنما يريدون بذلك الأجر من عند الله عز وجل يبقى داوة الشرط يا أخوان أول شرط عشان العمل عشان العمل يبقى صالح إنه يكون هذا الشرط إنه يكون العمل لوجه الله تبارك وتعالى قال تعالى وما أمروه إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين الشرط الثاني أن يكون هذا العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل حديث السيدة عائشة في الصحيحين البخاري ومسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا أي عمل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رد يعني شنو رد يعني مردود رد بمعنى بمعنى مردود فأي زول يعمل عمل ما علي هذا العمل أمر من النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا العمل لا يكون صالحا ولو ابتغى به وجه الله انتبهوا أخوان الشرطين لابد يكونوا مع بعض يعني زول عمل ليه عمل ما دائر بل عمل ده لا جزال شكور من أحد إنما يبتغي بهذا العمل وجه الله عز وجل لكن الشرط الثاني فقدوا الهو موافق السنة النبي عليه الصلاة والسلام هنا العمل ما بيكون صالح ولا بيلقى ولا بيلقى من وراءه ثواب يوم القيام إطلاقا الدليل واضح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو الرد يبقى الشرطين ديل انت لو دائر الله يقبل عملك وعملك يكون صالح تخلي الشرطين ديل معك كن خالص لوجه الله عز وجل يكون موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم طيب زول عمل عمل خالص لوجه الله عز وجل وموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه وشكال كده العمل خلاص هيكون مقبول كده بس ما في شي تاني لا في شي تاني لأن الله يحظوا الآية لسه ما انتهت ربنا قال فليعمل عملا صالحا وبعدها شنو ولا يشرك انتبهوا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا طيب زول عمل كان لوجه الله عز وجل وموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن خلط مع هذا العمل خلط معه الشرك بالله عز وجل هنا العمل مقبول لما مقبول يحبط طواله شان كده ربنا قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين حتى العمل لو كام لوجه الله عز وجل موافق السنة لكن معه في شرك خلط الشرك مع هذا العمل الصالح الله قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل يلبسوا يعني شنو يخلطوا شان كده ربنا قال يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل اللبس عن الخلط ربنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم بظلم الظلم يعني الشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن شرك لظلم عظيم الله قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أها وهم مهتدون يبقى يا أخوان ما يكون في شرك مع العمل الصالح طيب هنا في سؤال يا مولانا نزول بعمل عمل صالح لوجه الله عز وجل موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ما أقول بعد ذا كله يكون مشرك أيها ممكن لأنه هو شرك ذاته ما معنى شرك ما معنى شرك بالله عز وجل الشرك هو جعل ند مع الله تبارك وتعالى في شيء من خصائص الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى أنا ديك نموذج العبد ما أمور إنه يعبد الله مش كده وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدونه كلنا ما أمورين إنه نكون عبيد ليا الله تبارك وتعالى العبادة دي ما كتير الصلاة عبادة الزكاة عبادة الحج عبادة الصيام عبادة الزكاة عبادة الزبح عبادة الطواف عبادة النذر عبادة النداء عبادة شوف واحد من العبادات دي كلها واحدة بس لو صرفت لغير الله انت كده بيجيت شنوه بيجيت مشرك واحدة من العبادات دي لو صرفت علي غير الله كده انت وقعت في شرك إلا تكون بعد ذا كنت جاهل ما تعلم إذا جاهل تعلم علموك قلت لا ما بخلي الشغل دي مصير عليها كده بيجيت مشرك طوالي مشرك بر بر الإسلام حتى لو قعد تصلي وقعد تصوم برضو مشرك بر لأنه عملك ده ما حينفعك أصلا ف ولو مت على كده وما تبته يعني انت لو بيجيت مشرك عديل مثلا أنا ما بخاطب يعني يعني شما واحد يقول لك أما أنا ما أقول أنا مشرك لا لا لكن من نفرض يعني لو انت بيجيت مشرك مثلا يعني بيجيت مشرك فأول حاجة ربنا سبحانه وتعالى ما بيقبل العمل تاني حاجة لو مت على هذا الشرك وما تبته ربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصر السؤال اللي يموت مشرك إذا الله ما بيغفر له ذنوبه أصلا إطلاقا وما أواه النار جوه في جهنم إنه حرام عليه وربنا ما يغفر له أصلا ذنوبه إلا يتوب في الدنيا لو تاب هنا في الدنيا ربنا بيغفر له حتى الشرك الله بيغفر لكن في الدنيا يا أخوان في الدنيا أما لو مات عليه في الآخرة خالدا في نار جهنم مخلدا طيب كيف يعني الإنسان يصرف نوع من أنواع العبادات لغير الله عز وجل أنا ما أقول لك العبادات كثيرة نأخذ مثال مثلا على سبيل المثال وإلا الزمن ما يكفي نحصر الموضوع كل لكن على سبيل المثال الذبح قلنا عبادة الدليل ربنا قال فصلي لربك وانحر يعني وانحر لربك كذلك طيب الذبح عبادة نحن الآن في الضحية بنطبح ماذا كذا نطبح ليه تقرب إلى الله عز وجل مع عبادة زي ما أنت بتجي الجامعة وتصلي برضو بتطبح ليه لي الله تبارك وتعال طيب لو واحد مش هطبح لغير الله عز وجل شاء ليه عتود ولا خروف مش هطبحه في أي حتة لغير الله عز وجل ما ليه الله مش هطبحه في حتة وهو بيعتقد إنه المحل ده فيه مثلا فضل معين وقالنا مش نطبح هناك عشان الفضل يزيد وعشان 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 وجاب له كلام كثير ضبح العتود ده هناك الزوال ده كده وقع في شنو وقع في الشركة أخوان لأنه المفروض يطبح لي الله طيب الطواف عبادة الطواف وين معلو في الكعبة ربنا قال ولي الطواف بالبيت العتيق البيت العتيق الكعبة بيت الله الحرام زول طواف ببيت تاني غير بيت الله عز وجل وحتى لو بيتكم مليت تساكن فيه وشت طفطة طفطة بالبيت وانت تتغرب إلى الله عز وجل بهذا الطواف كده بيقيت مشرك وعندك عقيدة إنه الطواف يكون في البيت ده كده بيقيت مشرك زول طواف بمحل فيه زول ميت مدفون بنية مثلا تسميها في السودان هنا بنية أو بيسموها قبة مش كده قبة ولا بنية مش طاف سبعة أشواط بل قبة أو بل بنية طاف سبعة أشواط وكل ما يجي بيجاي يبوس القبة بيخشمه يعني زي الحجر اللسود السود ده كده وقع في الشرك مرق بر الإسلام إلا يكون ما بيعرف لكن كده صرف نوع من أنواع العبادات لمن لغير الله تبارك وتعالى لأنه ده ما محل الطواف النداء مثلا النداء ده عبادة وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَةٌ المجهبون والأنبياء كلهم كانوا بينادوا الله عز وجل زي ما ربنا قال وَأَيُّبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي أَضُرُ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ فالأنبياء كلهم كانوا بينادوا الله عز وجل إذا وجد الآن زول بينادوا الله عز وجل وفيه فيه ناس كتار بينادوا غير الله عز وجل طيب لو بينادوا غير الله ده مشري طيب بينادوا غير الله كيف واحد ممكن يقول لك يا خناسي لو نادت قلت يا حاج أحمد جيب لي معك موية مثلا هل أنا كده مشري لا كده إنت ما بيجيت مشري ليه لأنه قبل أنا قلت لك الشرك أنه يصرف شي لغير الله وما بيقدر عليه إلا الله عز وجل حاج أحمد ده بيقدر يجيب موية ولا ما بيقدر بيقدر يجيب لك موية وبيسمع ولا ما بيسمع سامع وإلا ما كان إنت نادته إذن ده ما بيدخل في باب شنو الشرك يبين الله عز وجل لكن تخيل معاي زول مشان هذا لا زول ميت يا سيدنا الحسن مثلا قال مثلا ميت مدفون في الوطن ميت ميت مدفون هل بيسمع سؤال بيسمع لا ما بيسمع ليه ما بيسمع لأنه الميت ما بيسمع ده حاجة معلومة شرعا وعقلا ولا في ذول بغالة ذات إلا ذول مجنون مشكدة في ذول بغالة إنه الميت ما بيسمع ده إلا ذول يكون مجنون لأنه ما ده خلاص خلشت تحت الوطن روحوا مرقب يسمع كيف تاني ما بيسمع ده خلاص ميت والإمبرة ما بيقدر يعمل للزول البنادي وشي يعني ما بيقدر يديوا حاجة ولو أبسط العشياء شاكيدة ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم سورة فاطر ولو سمعوا وده من باب الجدل والتنزل ولو سمعوا ما استجابوا لكم الكلام ده يعني شنو يعني زول الميت ده إن مشيت ناديته الله قال ما بيسمع نمر واحد لو 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 سمع معينه ما بيسمع لو سمع ما بيقدر يديك شي والله لو طلبت منه إبرة بتاعة خياطة إبرة خياطة ما بيقدر يديها لك نهاي والناس لو عرفت هذه الحقائق ما في صوتاني بيقع في شركة بالله عز وجل كل العبادات تقول لله عز وجل بعدين الناس البناده غير الله ديل البناده ما الليلة كتار أنا قبلت ديزك نموزك تلك في صوتاني بيقول يا سيدنا الحسن وبغاد يا سيدنا مين ويا سيدنا مين كتار قاعدين موجودين البناده ديل غير الله عز وجل نحن نسألهم سؤال نقول لهم أليس الله بكاف عبده يا أخواننا الله مكفين أو لا مكفين مكفين في زول محتاج لي غير الله تبارك وتعالى لا ما في الله مكفيك مؤكلك ومشربك ملبسك ومديك النفس بتتنفس ومديك يطنين اثنين ولسان وشفتين وماشي انت بيكر عينك و ما ناكسك شي ده كل السواه لينا منه يا أخوان الله تبارك وتعالى طيب لين نحن نخلي الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شي ونمش نلجأ ليه مخلوق يا أخي الميت ده مخلوق وهو ذات الميت ده أكان بينادي منه لمن يضايق بينادي منه بينادي الله عز وجل وعلا ما كده أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون الرحمته ويخافون عذابه الميت ده أكان بينادي منه بينادي الله تبارك وتعالى طيب أنا أخلي الله تبارك وتعالى البناديه ذاته وجاء ناديه الميت الما عنده شي الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا يا أخوانا ده مش من السفح في العقول ولا ما كده كونه ذاته يخلي الرب الخالق المالك الذي خلقه والذي رزقه والذي أمات هذا الميت الميت ده الكتل منه الله تبارك وتعالى أنا أخلي الله عز وجل البجدر يسوي ده كله الجاليل يزول ضعيف ميت ما عنده شي مع الله عز وجل والله ناسوا عرفة الحقائق وده ما فيه نبز للأموات بل مناسبة ما عاد يقول لك ها نبز الأموات ما نبزنا ذول يا أخي ما نبزنا ذول قلنا الميت ده ما بينفع ولا بيضر لا بيدي الجناع لا بيدي الرزق ولا بيعمل أي عاجي هل الكلام نبز ما نبز ولا فيه شيء من النبز أصلا بل نحن ندعو الناس إلى الخير والناس بيدعو الناس إلى الشر والعياذ بالله الخير كله عند الله تبارك وتعالى فنحب ندعو الناس إلى الخير فعشان كذا أخوانا دي نمازج بسيطة جدا من أنواع الشركة بالله الزجل البيقع في النمازج دي وما دار يتوب وما دار يرجع إلى الله عز وجل لو صام لو صلى الليل كله كل الليل ولو حج ولو أكل برسودان دي كله ضبع في كل يوم مليون خروف يوميا ويبتغي بذلك وجه الله عز وجل لكن عنده الشركة تأكد تماما إنه ربنا ما بيقبل منه ولا عمل واحد والدليل أديت لك من القرآن ومن السنة مش كذا أخوانا شاكذا ربنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا شوف أحدا دي نكرة في صياغ النهي تفيد العموم أي أحد ما تشرك بالله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام أفضل منه في في البشر ما في والله عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام ما بجزلك تشرك تشركه مع الله عز وجل ندامات نادي النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول يا رسول الله يا رسول الله لأن الرسول ذاته عليه الصلاة والسلام قال لابن عباد إذا سألت فاسأل منه فاسأل الله ما قال له أسألني أنا أنا طبعا رسول الله وجاهي عند الله عظيم لا 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 قال له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله تبارك وتعالى العبادة يا أخواننا لا يجوز أن تصرف لأي أحد كائنا من كان يا أخي عيسى عليه السلام رسول من أولي العزم من الرسل رسول من أولي العزم من الرسل النصارى عبده النصارى عبده ربنا بيسألوا يوم القيامة وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أو آخر سورة المائدة انت قلت للناس كده عيسى يعبدوني أنا أمي مريم عليه السلام قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق لأنه ده ما حقه عيسى عليه السلام ما حقه إنه يعبدوا مع الله عز وجل فعشان كده أخواننا الموضوع ده شوف أعلى مقامات البشر ربنا يحذرهم من هذا الأمر وربنا لا يقبل أن يشرك معه أحد كائنا من كان إذا الناس التزمت بهذه الآيات وهذه الأحاديث وطبغت هذا الدين تأكدوا تماما والله تأكدوا تماما إنكم تكونوا من الناجين بإذن الله عز وجل دي وقفات قليلة جدا بارك الله فيكم جزاكم الله خير على حسن الاستماع السلام عليكم ورحمة الله من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر